سائل جمال مليون مبروك لليفربول الفوز في اول مباراة في الشامبزليج الاوروبي فاز على ايكس فريق قوي فريق بلغة الكرة متعب جدا انتوا عارفين مدرسة هولندا وايكس هو ملك المدرسة دي في الطحونة الهولندية كرة بتفوت من رجل كل اللعبة متأسسة صح لعبة كرتهم حلوة جدا متعبين حركتهم سريعة جهزين ونجوم اوروبا كلهم من ايكس ومن هولندا على مدار التاريخ انا بقى نعمل لها فيديو لوحدي مليون مبروك ولكن في علامات استفام كبيرة جدا على كلوب مدير فني ليفربول زي ما بنقول على المميزات لازم نقول على العيوب النهاردة الهدف لعب جابجون في نفسه غلطة يعني ليفربول تتفرج على المباراة مش هي ليفربول البطل اوروبا مش هو ده المستوى اللي احنا شفناه الموسم اللي فات الدور الاولاني كله اللي ليفربول جري من في الدولة الانجليزي وخد حتى لما جات كورونا كان ليفربول فرق ابناط جتيرة جدا بالمستوى الفني الرائع في التسعتاشر مباراة الدور الاولاني كان مستوى رائع كلوب اول خطأ خلي بالك تصرفات المدير الفني هي اللي بتبين اخطاقه اول خطأ انك ترجع فابينو مساك مكان فندايك اللي هو مصاب اذا انت عندك نقص في المدافعين لما تكون انت بادئ موسم والمساك بتاعك فاندايك يتصاب فترجع فابينو مساك اللي هو لعب وسط الملعب اصلا اللي بيلعب في ليفربول بقاله سنين وسط ملعب ووسط ملعب ديفندر كويس جدا كان بيبقى دايما سبب في الفوز لان ديفندر كان بيبقى نجمئ كل مباراة بيلعبها بيقطع كويس ويسلم كويس وعنده خبرة لما ترجعه مساك اذا انت ما عملتش حسابك في الموسم الجديد عندك انتقالات عندك تشتري لعيبة ليفربول الاندية الغنية اللي تقدر تشتري لعيبة ما جبتش ليه مساك يبقى بديل لفاندايك يبقى دي غلطة هو بيبينها على نفسه لما بتلعب فابينو ترجعه مساك ورا يبقى انت عندك نقص او مش معترف بالبديل بتاع فاندايك اللي في الدكة الله طبعا انت عندك الموسم اللي فات تقول للإدارة انا عايز مساك يبقى عندك جومز وفاندايك ويه المساك الاساسي ده لما يتصاب جومز او يتصاب فاندايك تنزله ان انت ترجع واحد من وص الملعب ليه المساك يبقى انت السنة اللي فاتت كنت نايم لازم تجيب البديل تشتري بديل عشان فابينو لما بيسيب وص الملعب وبرجع الورا بيأثر على مستوى الفريق النهاردة وسط الملعب سيء لدرجة كبيرة جدا ليفربول المطسوات اللي كان بيقصر فيها اي فرقة وخد بطولة اوروبا وخد الدورة الانجليزي كان سلاسي وسط الملعب بيحمي المدافعين بيحمي المدافعين